ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماع مجلس الوزراء أين أمر الرئيس الحكومة بتوفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان لتوفير السلع الاستهلاكية وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد أصدى رئيس الرئيس تبون أيضا تعليمات للحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طوال السنة وكشف المضاربين ومخططتهم للرأي العام بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على البيع المباشر لمنتوجاتهم وتخصيص مواقع لنشاطاتهم أقول خلال شهر رمضان وبشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته ثم أن الرئيس تبون مضمون القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء معتبرا إياه قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان